الحساب حمزة مون بيبي القضائية ديال الشخص التاني للتعتقل والآن هو معتقل احتياطي على خلفية التهم المنسوبة إليه وفي إطار المحاكمة أشار لأن هذا الحساب ديال حمزة مون بيبي اللي هو ماشي هو حسابه ماشي حسابه لأنه هو تعتبرص أضمين حمزة مون بيبي هذا الحساب ديال حمزة مون بيبي الأشخاص اللي هو مربما مرتبطين به ما معروفينش كيأكد هذا الشخص بأنه هو ممسوش لهذا الحساب وهذا الحساب لفق بجموعة من التهم وتأسس بغاية ماذا؟ غاية الإساءة بالدرجة الكبيرة الفنانين والمشاهر والجال الأعمال هذه الغاية اللي كيكده هذا الشخص من خلال إنشاء هذا الحساب وتصوره ناس عندهم واحد المجال كيشتغلوا فيه اللي هو سواء الفن أو الغناء أو هاد الناس المشاهرة هو هاد الريجال الأعمال اللي هاد الناس كيتبعوهم وكيتصيدو الأخطاء ديالهم بعدها هاد الناس اللي كيأديوا واحد رسالة حنا كنو جولهم تحية عاليا لأنه بحال الفنانين هاد الناس مثلا استهدفوا الفنانة سعيدة شرف فنانة معروفة عندها جمهورة عندها معجبين ديالها داخل مغرب وخارجه سيدا لأنها حصلت على وسام ملكي عندها سمعة طيبة ولكن مع كم الأسف أساءوا إليها لا من خلال تنوذ صور ديالها ولا الفيديوات ديالها الشخصية اقتحموا حسابها اخترقوا صرقوا الحساب ديالها عودت حساب أخر بمعنى أنه تطاولوا عليها في حياتها الخاصة لأنه كل إنسان عنده الحق في واحد الحرية معينة وفي واحد الحياة الخاصة هاد الناس جاوزوا هاد الحساب ديالحمزة من بيبي خاصة في بداية يوليوز انتقل واحد مرحلة أخرى ما بقاش هاد الشخص اللي هو تيسيروا لهاد الأشخاص اللي يسيروا هاد الحساب الوهمي والمستعار اكتفوا بالفنانين والمشاهير واليجال الإعمال لانتقلوا المهاجمات لمركز الوطني الحقوق الإنسان بالمغرب وهاجموا الرئيس دياله وهاجموني أنا بصفتي عضو مكتبة نفيدي كما أنهم هاجموا عضوي من هيئة محام وكان قصد النقيب إبراهيم صادوك والنقيب محمد صباري كتبوهم جموع من الكتابات كلها موسيئة كتابات حطة من الكرامة فيها طلفيق بأحد التهام اللي احنا باعدين عليها فما كان من المركز الوطني لحقوق الإنسان هو يتداول في الاجتماع دياله على خلفية هذا المركز بشكل كبير والتنسبة له واحد الأمور اللي هي ما يمكنش نقبلها نهائيا وحنا هي مناضلين وحقوقيين فعزمنا كل عزمة لأننا نقدمه شكاية للسيد الوكيل العام لدى محكمة السيناء في مراكش وضعنا الشكاية الأولى ثم وضعنا الشكاية الإضافية ثانيا أنا مريش نتكلم عن الأشخاص اللي اشتكنا به ولا محتوى الشكاية وإنما الشكاية تنصب نحو ضبط واحد العصابة إجرامية واحد ما يسمى برمافيا تدير حسابات وهمية وخاصة في هاد سنابشات وانستاقرام وكلنا احنا أصحاب عقول علش هاد الناس كيتخفاو كيتنكروا في أسماء مستعارة واش اللي كيمارس ممارسة شريفة وقانونية واش كيخبي وجهو يخبي الاسم ديه الحقيقي واتصوروا احنا ما ديه يعني هذا حمزة من بيبي الكون ديه الحمزة من بيبي واش عندو شي دالالا واش عندو شي مفهم ما عندو التدالال ما عندو التنفهم سوى أنه أشخاص كيستغلوا داك الحسابات باش يصفوا الحسابات مع جهة معينة احنا من قدمنا هاد الشيكاية واتحالت على الفرقة الوطنية والشلطة القضائية رأى بغاية ضبط هاد الاشخاص والكشف على الهوية دينهم الحقيقية لأنهم جاوزوا كل حدود لأن الجريمة المعلوماتية رأى تنجز عليها واحد الأضرار كبيرة جدا كيوقع تلطيخ السمع هذه الأشخاص وأحيانا الضرار المعنوي كيفوق الضرار المادي بكثير لأنه الضرار اللي كتلحقه ضرار معنوي كبير جدا وأحيانا رجاء الأعمال كي تسبو لهم بواحد خاصة أمالية فادعة كي يبقى وتركزوا على واحد الملاهي الليلية وكذا هذه البحثة دارته الشرطة القضائية أو كان قصد الفرقة الوطنية بالضرر بيضاء أسفر عن ضبط شخصين شخص تم اعتقاله في مدينة أقادير وشخص تم اعتقاله في مدينة القصر الكبيرة الأول الذي تم اعتقاله تم إحالته على المحكمة البتدائية بمراكش ووجهته نيابة العامة مجموعة من التهام وطالبات السيد قاضي التحقيق بالمحكمة البتدائية بمراكش بإجراء التحقيق بشأنها بشأن هذه التهم الموجعة إليه وحالته وقرر السيد قاضي التحقيق يدعوه في سجن المحلي بلودايا إذن هذا الشخص هذا اللي تضبط واللي هو يعتبره تحت اسم المسمى دي الله هاكر هذا التهوى من دوك اللي يقصنوا الحسابات أنا ما غاديش ندخل في تفصيل لأنه مع كامل أسف المقتضيات القانونية دي المستر الجنائية وخاصة ما يتعلق بسرية التحقيق وللمتعلقة بقانون الصحفة القانون 13-83 18-88 المتعلق بالصحفة والنشر اللي المادة 75 اللي وردت في الفرع المتعلق بحماية حصنات المحاكين كتمنى انتهاك سرية التحقيق ولمس بالقائناة البراءة أثناء مباشرات رمصات القضائية قبل مناقش تفجل ساعة عمومية هاد الشخص اللي هو تحال على التحقيق وعنده ضحايا ومن طبع تحال ترفق بالمستر الشيكاية دي الفنانسا وكذلك الشيكاية دي المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب تحقيق جاري والفاقة الوطنية لازالت تجري تحقيقات لأنه لم يتم إلى حد الآن إلى حد الآن اعتقال شخص اللي كيأكد وكيقر بأنه هو صاحب الحساب دي الحمزة مونبيبي بدليل هو أنه هاد الشخصي اللي هم تعتقلوا وأنا سنطلق لكم الشخص الثاني اللي قلت لكم القصة الكابير الغما اعتقالهم باقي الحساب أنه خدام كما نقوله احنا بالدريجة وباقي كتر ما فيه الصوار وكلام موسي اللي مجموعة عمل الأشخاص بما فيهم مركز واطع الحقوق الإنسان لا لي شيء سواء أنه قدم هاد الشيكاية وإحنا بهذا الخصوصة لا يرعبونا وما كتر عبنا هاد الجهة وهاد المافيا وراها الأيام دي لهم أصبحت معدودة الشخص الثاني اللي تلقى عليه القبض ولي الملف دياله الآن كيروج بالجلسات بالمحكمة الابتدائية هاد الشخص التهوى يعتبروا من اللي هاكرز أشخاص هدو كذلك التاكبوا واحد الأفعال ومجموعة من الجلائم اللي تتنداج دي من المقتضيات دي المادة 447 من القانون الجنائي اللي شرط لبعض المقتضيات تاعة وكذلك المقتضيات دي الجلائم دي الحق العام خاصة الإجهاد وربط علاقات خارج إطار الزواج الفاسد وبالزفت التواملي وجاتي النياب العام ولأن النياب العامة عندها سلطة الملاءمة يمكن تقدم شخص في حالة صراع ولا في حالة أعتقال وفي هذا الإطار بما النياب العامة من هذه السلطة أنها قررت على ضوء الوتائق الأدلة اللي بالميل أنها تحيلوا في حالة أعتقال فاللي نبي نأكد عليه هو أنه الحدود من الآن وآخر مسجد وآخر مسجد عنا هو أنه فرقة الوطنية الشرطة القضائية وإجهاد شي إنابة قضائية للخارج لأنه تضح لأنه ربما لها لأن بعض الأشخاص كيتواجدوا خارج أرض الوطن وكما معلوم على أنه كي واحد تفاقية ديالتسليم المجرمي أو اتفاقية ديالتعاول القضائي بالمغرب وبمجموع من الدول في إطارها تيطم توجيه واحد طلاب ديالتسليم شخص معين لإجراء تحقيقاته الأبحاث معه محاكمته فوق التراب الوطن يمكنش نأكد لكم على أنه واش عندهم علاقة ولا ما عندهم علاقة ما دم أنه الحدود على أنه لم يتم الاستماء السيمو بالباشير ولا ابتسام باطمة ولا الأشخاص اللي ربما وكذلك دنيا باطمة اللي ربما كانوا موضوع تشكي ولأنه لوردات الأسماء ديالهم من طرف الأشخاص اللي كانوا موضوع تحقيقات نحن الحدود علمنا الآن مع أنه التشم وعطيات على أن هاد الأشخاص تم السيماء إليه كما تعرف كل فاقة الوطنية الشرط القضائي كتشتغل والسيرية اللي هي مطلوبة في التحقيقات سواء أما مقاضي التحقيق أو أما الفاقة الوطنية هي نفسها فبالتالي إحنا كمهنيين وكمحامي بها المحامي مرأكش ملزمين ملزمين بكي تمنسي المهن فبالتالي الفاقة الوطنية الشرط القضائية وأنا كنحييها الحلافية 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 ديال العمل ديالها لأنها استطعت في واحد الوقت معين أنها تصل وتسقط واحد جوجة الرؤوس جوجة الرؤوس اللي هو الآن إحنا كنطلبوا باش يتحكموا محاكمة عاديلة بصرف النظام لأن دائما إحنا كحقوقيين تنطلبوا أن تكونوا موازنة بين حق الدولة في إنزال العقاب وبين حرية الأشخاص ومحاكمة ومحاكمة عاديلة إحنا اللي تنبين كدعليه على أن كمركز وطني لحقوق الإنسان بالمغرب وفي إطار ما يتيحوا لنا القانون الأساسي القانون الأساسي ديالنا اللي كيعطينا باش نتدخله بشأن كل أنواع انتهاكات حقوق الإنسان لدى سلطة المختصة بين على طلبات المؤازرة والشيكات المتوصلة بها ومؤازرة ضحايا انتهاك حقوق الإنسان من حاكم مهمة جمي الجيات المختصة كما كتلاحظوا على أننا إحنا قدمنا الشيكات الفائدة للمركز وطني حقوق الإنسان وجميع ضحايا واحد لعصابة إجرامية إذن إحنا راه كمركز وطني قالنا على أنفسنا لأننا نتعاملوا جدية لأنه كنطلبوا باش أنه هاد ناس يتضع لهم حد لأنه باركة هاد ناس ولو كيعتبروا هاد هالالكتروني وهالجليمة المعلومتية الناس بحت تبيض لهم أموالا ما يأخذ دم ما يرد دم أغلبية هم عاطرين قالوا وراء الحاسوب في الوقت اللي يدي شي حاجة شي رسالة يقوم بشي عمل شريف قالوا وراء الحاسوب وكيسيقول الناس وكي أنهم يمسوا يمسوا بالحريات الخاصة ديالهم وكيسبوا لهم واحد الأضرار جاسيمة ما تصورواش لقدر دياله إحنا كمركز وطني الحقوق الإنسان وفي إطار الجنة الدفاع اللي كانت رأسها وضعت نيابة ديال المركز الوطني في الملف التحقيق وكذلك نيابة في الملف التاني اللي الآن في طول المحاكمة وإحنا غادي من طبيعة الحال نصبو كطرف مدني المطالبة بالتعويض على الأضرار اللي لحقات المركز والحقات الأعضاء ديال أنا كانت منى شخصيا على أن الأبحاث والتحقيقات تفضي الكشف جميع الناس المتورطين لأنه تضح بأن كان هناك مساهمين هناك مشاركين لأنه كان واحد الأساليب واحد الوسائل كتستعمل ديال تبادل دك ما يسمى بالقين ولا الكود تيتبادله وكل مرة تكتب كتابها في شكل أنتم كتلاحظوا وأنتم كمتتبئين والرأي العام كان عارفوه بأنه متبع بشكل كبير ما يقع ربما قد ربينا قوسين بين الفنانين لأنه ربما كنا شيء تصفية حصابات خاصة وما إلى ذلك وإحنا مع كامل أسف أنه الفن رسالة وخصص تفلع علاقة بين زملاء بنته فأنا كل ما يمكن أن أكدوا لكم هو أن الميلف رأى واخده المركز الوطني للحقوق الإنسان بالمغرب بواحد شكل جدي وأكيد أكيد الكفاءة اللي عند الموديلية العامة لأمر الوطني ومن خلالها الفقر الوطنية للسلطة القضائية وكذلك المكسب الوطني وحاربة الجريمة المرتبطة بتقنيات الحديثة قادرين بالإمكانية المتوفرة والمختبرات ديالتحاليل الرقمية أنهم يوصلوا يوصلوا للناس الضالعين في هذه الجرائم وأنا من هذا المنظر كان بيوجه واحترى بجميع الضحايا لأنه كما يسمى بالرقم المظلم ديال الإجرام ما معنى أنه في الإحصائية للجريمة كيبقى دائما من واحد الرقم المظلم بعد الضحايا ما كيبقى للغوش على الجرائم راه بحال هذه الجرائم ديال القدف والسب والشب والشتم ولمس بالحياة الخاصة وتشهيب الأشخاص والدعاء وقع كاذبة ومسألة ديالإنسان يلطقت لك صورة بدون موافقة ديالك في مكان خاص ولا مكان عمومي ويستعملها بدون موافقتك ولي بتلك واحد تركيبة ديال الأقوال ديالك ويشجلك يبديش يجلك الصوت ديالك ويبدي نشرولك هذه كلها جرائم يعاقب عليها القانون واللي خصو يعرف المواطن لأن الشرطة القضائية راه في خدمة المواطن وقادرة على أنها تكشف لكن انتك مواطن ما كتستطعش تعرف داك الشخص اللي تخفى بواحد الهوية ديال شخص آخر ومعنع نفسه ومسبيك فالشرطة القضائية بالوسائل المتاحة لها قادرة باش تصل لي فإذا كان بغير نأكد على أنه راه لا قدم شي وعشي شي كيا راه تيتم تعامل معها بحزن وأنه تيمكن يوصلوا لهذا الشخص لهذا الشخص ولكن هو خيف الإنسان عراسه راه كان مقتضاية حماية في قانون المسترجنية ديالحماية الشهود المبلغين وكذلك حتى الضحايا فبالتالي أنا كنت من على أن يكون حط بشكل أو بآخر بهذا الموضوع المتعلق بالجريمة المعلوماتية والملفات التي ارتبطت بها والآن المعروضة على القضاء وشكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر